طيب ده ملف ملف تاني وهو متعلق النهاردة بأرعة الدوري الإفريقي البطولة اللي بأننا سنة بنتكلم عليها النهاردة أخيراً الأرعة هتكون الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة في إحدى الفنادق القريبة هنا مننا طبعاً في الشيخ زايد في مدينة ساتس من أكتوبر أرعة هيتم فيها تحديد الفرق اللي هتواجه بعض في مرحلة الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي حتى المباراة النهائية أولاً دي أرعة النسخة الأولى هيشارك فيها تمن أندية بنتكلم على الأهلي الوداد الترجي مامولي دي سانداونز دول أربع فرق تصنيف أول أمام أربع فرق تصنيف تاني بيترو أتليتكو الأنجولي مزمبي الكنغولي سيمبا التنزاني إنيمبا النيجيري مبدئياً كده قبل ما أدخل في تفاصيل الأرعة نهاردة الصبح يمكن ناس كلها أرط بيان نشر يعني على الحساب الرسمي لنادي بيترو أتليتكو الأنجولي بيقولوا فيه أن هم تعرضوا لقرار أو في عقوبة صدرت من الاتحاد الأنجولي بإيقاف النشاط الرياضي لبيترو أتليتكو المدة سنتين ناس كلها على طول افتقرت بقى أن بيترو أتليتكو مش هيكون موجود في القرعة الاتحاد الأفريقية هيستبعد بيترو أتليتكو كل الكلام ده من الصح آه فيه إيقاف للنشاط الرياضي في بيترو أتليتكو آه صحيح وأعلن عن كده بيترو أتليتكو الأنجولي بنفسه على فكرة أعلن عن القرار ده النهاردة على صفحته الرسمية ولكن الإجراءات اللي هتتتخذ لغاية ما يتم استبعاد بيترو أتليتكو لسه لغاية اللحظة دي ما حصلش في أي حاجة لسه فيه استيناف في أنجولا ولسه فيه قرارات وممكن توصل للفيفا أو المحكمة الرياضية فلسه فيه مشوار قانوني طويل جدا هيحصل في الفترة اللي جاية ولكن على الورق واللي هيحصل النهاردة بيترو أتليتكو موجود في القرار ليه؟ لأن الغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها مفيش اختار رسمي وصل للاتحاد الإفريقي بسحب رخصة بيترو أتليتكو ومن ثم عدم مشاركته في البطولات الإفريقية لأن القرار اللي هيسري على السوبر ليج على فكرة هيسري كمان على دور الأبطال وكاس الكونفيدرالية لو بيترو أتليتكو السنة دي بيشارك في المسابقات الإفريقية مش السوبر ليج بس فالغاية دلوقتي ما فيش أي قرار وصل للاتحاد الإفريقي فبالتالي القرار النهاردة بنفس الشكل والطالة لحضراتكم أربع فرق في الوعاء A وأربع فرق في الوعاء B الآلي يواجه يا إما سيمبا أو إنييمبا أو بيترو أتليتكو أو مازينبا مش هدخل في تفاصيل كتير ليه علاقة بالقرار وضعكم طبعا على الشاشة يمكن دي الشكل اللي هيكون موجود عليه القرار الوعاء الأول فرق التصنيف التاني هيسحبوا منهم فريق يحطوه في خانة ويسحبوا فريق من الوعاء التاني ويحطوه في الخانة ويبقى فريقين قصد بع سيمبا طلع في الأول والآلي بلقى لا يواجه سيمبا عشرين عشر الوداد خرج أمام مازينبي يبقى بقى كذا وبعد كده هتتحدد كمان المواجهات الفائز في المباراة دي هيواجه مين من المباراة التانية في مرحلة السيمي فاينال فده شكل قرعة السوبر ليج النهاردة القرعة على فكرة هتبقى مدتها حوالي سبعة وعشرين دقيقة القرعة النهاردة مدتها يعني نص ساعة إلى تلات دقايق بيتخلل عدة فقرات أولا الإعلامية مريم أمين هي اللي هتقدم مراسم القرعة والقرعة هتكون الساعة سبعة في أحد الفنادق هنا في مدينة الشيخ زايد في ستة أكتوبر وفي بداية القرعة هيكون فيه ترحيب بالضيوف ثم التعريف بالبطولة المستحدثة وبعد كده هيتم تقديم المدير التنفيذي للمسابقة أندريا سيلفا هو المدير التنفيذي لبطولة السوبر ليج هيتم تقديمه عشان يبدأ مراسم القرعة ويشرح للناس قرعة السوبر ليج وبطولة السوبر ليج الحمد لله انفرضنا هنا في العديد من الحلقات في الكشف عن الأندية اللي هتشارك في البطولة فرمات البطولة ملاعب البطولة الفرمات بتاعتها تبقى بنظام الزهاب والقياب من أول الكوارتر فاينال مرورا بالسيمي فاينال حتى المباراة النهائية والكلام اللي كان على البطولة في دولة وبطولة مجمعة قلنا الكلام ده يا جماعة مش حقيقي وفيه 8 ملاعب في 8 دول وفيه زيارات وفيه ورش عمل كل ده النهاردة هكيدا هيتم استعراضه في الفتج المتعلق بالتعريف بالبطول كمان هايبقى فيه كلمة لباتريس موتسبي رئيس الاتحاد الافريقي وهيكون فيه كلمة أيضا لجياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا كلمة موتسبي لن تتخطى 3 دقايق كلمة جياني انفنتينو أيضا لن تتخطى الـ 4 دقايق خطاب مختصر يعني من رئيس الكاف ورئيس الفيفا لأن البطولة دي بشراقة ما بين الكاف والفيفا لتنظمها في القرى الافريقية والسنة دي هي النسخة الأولى في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر طيب هيكون فيه كمان تكريم اتنين من الضيوف المميزين أسامواجيان نجم القرى الغنية هيكون موجود النهاردة فيه مراسم القرعة واللعابة الكونغولية ماريا بورجس هتكون موجودة أيضا بجوار أسامواجيان وهم الاتنين النهاردة هيتم تكريمهم من قبل الكاف وعلى هامش هذا التكريم هيتم سحب القرعة من الإفواري دي دي دروجبا يعني النهاردة عندنا تلاتة من نجوم الكرة الإفريقية أسامواجيان نجم القرى الغنية والإفواري دي دي دروجبا واللعابة الكونغولية ماريا بورجس هم اللي يكونوا موجودين النهاردة في مراسم القرعة التكريم لللعابة الكونغولية ماريا وأسامواجيان لكن اللي يسحب مراسم القرعة والله يجري القرعة بنفسه هيكون النجمة الإفواري دي دي دروكبة ثم في النهاية هيكون فيه حفل من الكاف فقرة عن الفرق المشاركة وعايز أقولكم أن فيه جلسة تصوير تمت في النادي الأهلي قبل سفر الفريق إلى النمسا جلسة تصوير دي فيها بعض اللقطات بعض الفيديوهات تدريب الفريق صور اللاعبين صور الجهاز الفني النهاردة هيتم استعرضها من خلال فيديو مجمع للفرق المشاركة في البطولة الإفريقية دي كل التفاصيل المتعلقة بالدوري الإفريقي خلال الفترة اللي جاية نشوف القرع النهاردة نعرف المنافسين ومن بكرة نبدأ نتكلم بقى على جداول المباريات والفرق اللي هتواجه الآن لخلال الفترة اللي جاية